عن امتلاك الجزائر لمراكز بحث وتطوير واختراعات هل ذلك صحيح؟ ماذا قدمت له الدولة بعد تخرجه من الجامعة؟ كيف طور هذه السيارة الكهربائية؟ وإن قام بتصنيعها؟ وهل يستطيع تطوير اختراعات أخرى في الجزائر؟ ولماذا فضل العمل هنا في مركز أدرار؟ رغم إغراءات من دون شك من الخارج؟ كل ذلك مع أسامة طوابة المخترع بوحدة البحث في تقات متجددة سبع الخير مرحبا من ورية أدرار مرحبا بك كذلك معنا البروفيسور محمد صالح أيد الشيخ وأستاذ وباحث في المدرسة الوطنية متعددة التقنية في الحراش في العاصمة أستاذ الخير مرحبا صباح الخير مرحبا مرحبا بكم معنا أول مرة في تليفزيون النهار أول مرة مرحبا بكم إذن قبل بداية الحديث عن هذه السيارة نعرض عليكم هذا التقرير الذي عرض عبر تليفزيون النهار قبل أيام سيارة مبتكرة تعمل بطاقة شمسية والكهربائية قد تسوق في الجزائر لكن كل ذلك يرتبط بتطويرها ومدى اهتمام المسؤولين بتصنيع نماذج عدة منها ودعم هؤلاء الباحثين التفاصيل مع سوريا شعلالة تبدو غريبة نوعا ما صغيرة الحجم لا تقل أكثر من شخصين خاصيتها أنها تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء بإمكان الجميع استعمالها والمميز فيها أنها من صنع أناميل الجزائرية هذا النموج الثاني لسيارة مدينة كهربائية أو الأولى من نوعها في الجزائر حيث أن هذه السيارة مصنعة 100% هنا في الجزائر ويمكن هذه السيارة تسير لمسافة حوالي 200 إلى 250 كيلومتر لما تشحن للمرة واحدة لشحن واحد بحالة عدم توفر الطاقة الشمسية يمكن شحنها باستعمال الكهرباء المنزلية فقط ومدة الشحن على حسب كما قلت أيضا القبيل البطاريات المستعملات وهل يطمح هذا المبتكر إلى توسيع المشروع وتطويره؟ تم تجريب هذه السيارة بنجاح وهي ما زالت حتى الآن قيد التطوير حتى يكون إن شاء الله نتوصل إلى نموذج أولي يكون كامل وآمن ويمكن تسويقه بأي سهولة إن شاء الله تمنى المؤسسات الصناعية هي التي تتبنى المشاريع هذه إن شاء الله التي تصنعها سيارة صديقة للبيئة وبعد نجاحها في الاختبارات تنتظر من يتبنىها لتتحول من حلم شاب جزائري إلى علامة محلية بامتياز نبدأ مع أسامة كما شفنا في التقرير سيارة كهربائية جزائرية الصناع البعض يسأل كيف تم تطوير هذه الفكرة وإين تم تصنيع هذه السيارة هي المبادرة جاءت من طرفي أنا والأستاذ بالتعاون بطبع كانت في الأول كان عندي نماذج اقتر علي الأستاذ يكون عندنا نموذج أكبر ويكون نموذج السهل يعني يخرج للعلن بحيث أني حاولت بكل الإمكانيات يعني اللي عندنا خاصة الإمكانيات الفكرية ونجزنا المشروع وكانت مدة إنجازه يعني ماش مدة طويلة حوالي خمس أشهر كأقصى حد وتحدي أنت قلت طمرة شراكة بينك وبين الأستاذ لكن أنت تعمل في مركز تطوير طاقة متجددة في أدرار والأستاذ هنا في العاصمة في الحراش كيف ذلك هو يعني هو أيضا مع العلم أنه هو اللي يشرف عليه لتحضير شهادة دكتوراه يعني عندنا علاقات وطيدة يعني ولهذا يعني هو يمثل المدرسة الوطنية متعددة تقنيات متى الاختصاص تعك؟ أنا عندنا نفس الاختصاص في الإلكترونيك إلكترونيات وش من جامعة راك تحضر في الدكتوراه؟ في المدرسة الوطنية متعددة تقنيات طيب هنا بالعاصمة يعني كانت أرفعنا التحدي نجزنا المشروع مئة بالمئة جزائري بنينا قطعة قطعة يعني مع بالإمكانيات اللي توفرها لنا الدولة وبالإمكانيات تعنا الخاصة ورفعنا التحدي وما كان عندنا حتى مشكل وجربنا هذا المشروع وتم إنجازه يعني وراه قيد التطوير وما زال إن شاء الله طيب بروفيسور محمد صالح كلمني عن الأمور تقنية لأنك أنت المشرف يعني على على أسامة الأمور تقنية لهذه السيارة البعض يسأل عن المواد المستعملة في التصنيع يقول أنها مواد من الخارج أو أنها مواد من الجزائر كيف تم بناء هذه السيارة بهذه الطريقة والمكان بالضبط على كل حال المكان تسمح لي نتكلم باللغة الفرنسية تفضل تكلم برحتك من أفضل يعني باللغة دارجة يعني تهمها كل الناس صح إحنا المهمة شي مشي المكان دقر المكان هو ستون كولابوراتيون بين سي دير دونك أدرار لنوتي درار وليكول ناشونال بولي تكنيك يعني اللابوراتور تانا الدي سي سي بي لابوراتور في الحراش في دي بارتومنت الإلكترونيك هذه الفكرة هادية جت نهار اللي تلاقيت بأسامة فيها درار شفت الإختراعات اللي دار وشفت يعني الإنسان يحب ينجح يلحق دونك اختارت اختارت عليه باش يكون يدير دكتور عنها ونتبع في صناعة السيارة أربعة عجالات ولا كيف يبدأ قل لي بصح سيارة كهربائية لذلك لذلك لأنني مصرع لدينا سيارة ونجح على صدق أجنح في البطاري في نفس اللبguورة ونجح لدينا قبل رمضاني عزيز على سيارة على سيارة على سيارة لذلك تصدق شخصيار software المنجح نعم على سيارة الفكرة يتخذر الاشتر الامنش واللبوراتور بتاعنا يخدم في الطاقة الشمسية طيب كمال لي فيما يخص فقط نتكلم عن الأمور التقنية الخاصة بهذه السيارة المواد المستعملة جزائرية الصنع لأنه البعض يتسأل هل صحيح هذه المواد مصنوعة هنا أولا السيارة بها مصنوعة وشم معدن هي السيارة مصنوعة كلين من الألمنيوم مع العلم أن جميع السيارات الكهربائية لازم تكون الأغلبية تكون من مواد خفيفة سواء الألمنيوم أو الألياف الكربون أو ما شابه ذلك لهذا لكي تكون عندها أكبر مسافة ممكن السيارات الكهربائية عندها مشكلة تخزين البطاريات حتى الآن البطاريات ما وصلتش التكنولوجيا اللي تخزين هذا مشكل عالمي أغلب السيارات الكهربائية تواجه مشكلة الأوتونومي مشكلة المسافة اللي تقطحها سيارة لكن الآن وجدوا حلول أنه يخفوا الوزن السيارة والتكنولوجيا تطوروا فيها حتى الآن أصبحت سيارة كهربائية تقارب السيارة العادية حيث أننا نسمع أنه سيارة تسير لمسافة 500 كيلومتر إحنا السيارة هذه لما الآن فيها بطاريات فقط تجريبية أما إذا وضعت بطاريات متطورة وموجودة حاليا تبع يمكنها سير حتى 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر على حسب البطارية اللي مستعملة هذه هي مميزات السيارة الكهربائية لماذا سيارة كهربائية كما قلت من سابقا؟ السيارة الكهربائية إحنا عدنا في الجزائر مستقبل زاهر إن شاء الله إن شاء الله إننا التاقة الشمسية والتاقة الشمسية هي تعطينا مباشرة للكهرباء مجانا برق نستعملوا لما يكون عدنا سيارات كهربائية الجزائر ما تلجأش إلى عدنا إحنا فائد في الطاقة الكهربائية مع العلم أن المناطق الجنوبية من كبر احتياط الطاقة الشمسية عدنا في الجزائر جزائر بلاد الشمس بلاد الشمس الأشعة الشمس في الصحراء عدنا رأي طول العام كان فقط حوالي عشر أيام ما فيها الشمس بالمعدر لهذا 360 يوم أو 355 يوم تكفي الجزائريين كامل باش يشحنوا سياراتهم ويصدروا الكهرباء الخارج لهذا المستقبل يرح يكون إن شاء الله لما تكون هذه النماذج الناجحة بمثابة السيارة تعود على السيارة العادية فهذا مستقبل لا محل طيب الأستاذ قال بإمكانيات خاصة أنت قلت بإمكانيات خاصة الأستاذ قل لي بروفيسور محمد صالح عيد شيخ كيف إمكانيات خاصة صرفته شحال صرفته عليها بصراحة يعني بصراحة إذا ما نحسبوش يعني الخدمة التاعنا بسكوري نحن نهار الجمعة ونخدمه حتى لحداش تاع الليل ومن بعد وين يلقنا شحال ساعة كنت تخدموه في النار ساعة ساعة ولا نخدمو حتى ل 15 ساعة 15 ساعة في اليوم نعار مدة خمس شهور تخريد مدة خمس شهور كانت تحدي لازم نتكون وتحدي ثاني اللي نصيبه للمدع مثلا اللي طول دالومينيوم ما جي ننصيبوهم حتى كان غير واحد خاص يبيحهم اللي تم في العاصمة لذلك نحوصوهم باش ماتخش سيارة يلقى للا 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 كلي حالك مدرسة ننتكلم بك مدرسة سيارة هذه نحبتها لآ ننتكلم بالمكانيك لإشت victories ثاني ننجبونا نتكلمني مدرسة letztنات تحدي دي للشاهد انا بشكل عام حتى انا بشكل عام نحبت فقط 77 محا لتحديث صعبة تحديث كانت تجري انظر انا الان lizانى بينغتان خمسين مليون وأسامة؟ هو البروتوتيب لا يقص عليه البروتوتيب عمره من النموج الأولي في الدول المتطورة صرف عليه أموال بها يكون في تنقل كما نقول فرق كبيرة لكن لما ينتقل إلى مرحلة تصنيع يصبح السعر ينقص إلى كبير السعر المقترح لما تكون على حسب المواد الموجودة والتي تتبع السعر قلت لهم البروتوتيب النموج المصنع ما رحشت تفوت 70 مليون سنتين طيانة تسمح لي النار دولا غير هذا هو الأرجان دراهم هنا في أي مؤسسة سيلا فاكتور اللي حبسنا هنا في الجزيرة كنا نشروا حاجة يقول لك أنا منبيع لك ملافاكتور هذا هو المشكل هذا هو المشكل السعر هنا بوليتكت خلص ما كانش مشكل للسيد خلص ولكن كنا نرحوا بأيضا سيبوا ديموتر لحد واحد بائع يقول لك أنا منديلك سلافاكتور طيب نكملوا في الأمور تقنية خاصة بالسيارة قبل الذهاب إلى موضوع آخر على علاقة البعض يسأل هذه السيارة شحال البطري تحت شدة شحال تحكم بها تمشي شحال المسافة تقطعها هو يعني باش نقطع الشك السيارة هذه نموج الأولي ونموج التجريبي أنا حددت سرعته ما تتجاوزش 40 كيلومتر حتى تدرس جميع القطاع اللي فيها هذه سرعة السيارة أنا حددتها لكن السيارة أنا نتحكم في السرعتها لحسب القوة على المحركات اللي نحطي السيارة هي محركات كهربائية ومحركات كهربائية السهل باش نغير في استطاعتها محركات هذه من خارج بطبع هذه محركات صغيرة يعني غير مكنفة من نسبة المحرك العادي محركات تجريبية والمحركات الكهربائية يمكن تطويرها في أي مخبر في أي مؤسسة هنا في الجزائر محرك كهربائي موش معقد سهل جدا المشكلة موش في السرعة السرعة يمكن الوصول بها إلى سرعات عادية مثل السيارات الكهربائية توصل 80 كيلومتر والبطارية المشكلة هو في البطارية البطارية الآن أصبحت كانت توجد بطاريات التي تعطيها مسافة 200 إلى حتى 300 كيلومتر هذا هو كانت المشكلة الأساسية درك راهوكاين الحل هذا 300 كيلومتر بالنسبة لسيارة مدينة جد معتبرة مسافة لا بأس بها يعني واحد ما رحش يمشي في المدينة 300 كيلومتر يومية لهذا المشكلة الكبيرة راهوكاين الحل تبقى في تكلفة البطاريات هذه البطاريات يسموها بطاريات ليتيوم إيون نفس البطارية اللي موجودة في هاتف المحمول اللي عندها يعني مردودية والطول العمر يحاولي 6 سنوات من 5 إلى 6 سنوات دونك السيارة هذه لما تكون فيها بطارية 5 سنوات وانت تشتغل طيب قل لي هذه السيارة كيف أدت الاختبارات وهل نجحت في هذه الاختبارات وضعتهم هي تجارب أول إيال الاختبارات لازم تكون على مدة طويلة ما قدرش نديره اختبارات يوم ويومين أو أسبوع الآن عندنا اختبارات على المحركات هذه أولا المحركات ما لقيناها ما هيش تعطي مردود كبير لهذا لازم يكون دراسة باش نعاود ونبدلوا المحركات هذه لأنه استعملت محركات شوية كانت القوة حجم السيارة والعزم اللي تحتاجه السيارة أكبر من المحركات ما أعطيتش مردود لاباس به ولكن التجارب ما دم السيارة راه ومشروع مية بالمية جزائري ومع باحثين جزائريين ويعني تحدينا ووراه يمشي درك راه إنجاز ديجا البروفيسور محمد صلح أي تشيخ من تبنى هذا المشروع هنا في الجزائر الهيئة الرسمية اللي تبنات هذا المشروع الهيئة الرسمية أنتم أعملتوا عليه لكن نشك فيها الهيئة الرسمية نحن 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 نشارع نحن نحن نشك فيه في الوحيق الإلكتروني وفي ما نعاق السيد عسامة وابا كانت ديجا يعني دار وحد مشروع جزاء في التلفزة من قبل عندوا إختارة عندوا خبرة جزاء عندوا خبرة في هذا ديجا ديجا في هذا الوقت أننا ندبيا نديرو مشروع وين بارلا سويت كما تتكلم عن العزم كين ديرو موتر قوي ربما السيارة ما تنجملوش بسكو يليق نحسبو الثقل نحسبو كان سكونا فالدولار ميكانيك كوانتيك راشيونال كان العزم كان القيوة كان أمور كثيرة وين تخدم بعين اعتبار هذه المليحان كانت دراسة يعني ممكن تتم في هذا يعني هذه السيارة ما زالت في مشروع تطويرها أكثر أكثر أنا في المراحل تقدر تقول الخطوة اللولة التي تم إنجاز مشروع الدراسة كامل يعني ما تاخدش وقت كبير نجمون ديرو دي سجد دكتورة دوسي نسيريس كفا في الاخر واسمو في الإلكترونيك دو بيسانس كيفاش تتعامل كيفاش باش نقصه في القيوة أو في البيسانس أو في الانرجي دي بيتي بار لباتري طيب تحدث قبل لحظات وقلت أني مريت من قبل في تلفزيون نهار قبل هذه التجربة حدثنا ووش اختارعت ووش صنعت المرة الأولى ومريت على تلفزيون نهار هو اللي كان عرضها يعني عندي مرتين مريت في تلفزيون نهار في أخبار النهار المرة الأولى كانت لناموج سيارة شمسية تعمل بالطاقة الشمسية مباشرة قبل ظهور هذا السيارة كانت سيارة بثلاثة عجلات جور تري سيكل سيارة ثلاثية العجلات تشحن بالطاقة الشمسية مباشرة كيفاش تشغيل السيارة هذه كانت توضع في أشعة الشمس فيها لوح شمسي من فوق سيارة أيضا مياه بالمياه من الصنع الجزائري تطورتها في ماركس تطورت في وحدة البحث في أضرار هذه نجزتها في شلو الأضرار في إليه أضرار بحيث أن طبيعة المنطقة فيها شمس وكان مستطاحة ما تحتاش إلى يعني عزم كبير سيارات سيارة صغيرة لشخص واحد مصنوعة كامل من الأليمنيوم هذه السيارة كان مبدأ تشغيلها نحطوها تحت أشعة شمس لمدة ساوالي ست ساعة تشحل تبشي؟ تشحن وحدة آليا تشحن باللوح الشمسي تعطينا مسافة على حسب الولايات الجنوبية تعطينا مسافة بين أربعين حتى إلى ستين كيلومتر فقط بأشعة الشمس التي استغلت هذه السيارة لتشحن نفسها بيداتها يعني ستين كيلومتر أو خمسين كيلومتر في الولايات الجنوبية هي مسافة كافية لتدور الولايات كاملة داخل مناطق الحضارية داخل مناطق الحضارية مجانا لا نسحقش نربطها بالشحن أو ما شابه طيب نمر لشق آخر من حديثنا بصراحة حدثني أسامة مدى قدمت لك الدولة الجزائرية بعد تخرجك من الجامعة الفترة الأولى كيف حتى التحقت بهذا المركز يعني وحدة البحث في الطاقات متجددة في وليت أدرار هو يعني لما أنا في الجامعة يعني جامعة قسنطينة يعني كنت أيضا من طلبة متفوقين في المجال هذا اختراع المجال يعني درست في جامعة قسنطينة قسنطينة عندي ماستر عن إلكترونيك يعني في الجامعة ما تلقيتش كنت أبادر ببعض المشاريع هكذا ببعض مع العلم ما فيش تشجيع كنت طالب يعني جامعي على حسب الله ما طالب جامعي ما عنديش إمكانيات كنت حاول أنا استفيد من المخبر من الأساتداء من هذه يعني الحمد لله كان بعض الأساتداء يعنوك ما عندهمش يعني باليد حيلا ولكن حاولت في قسنطينة ما كان خرجت يعني هكذا وبعده ولكن تحدي كان عندي ما نحبس شنايا كنت نجزت بعض المشاريع في البيت ما بقيتش حاول مدة سنتين بطالة كانت صغلت هذا الوقت الفراغ نجزت عدة مشاريع حصلت على براءات اختراع في هذه الفترة حيث أنه تلاقيت أيضا بواحد طفل نقدم له تحية صغير اسمه عبد الحاكيم بوسبولة كان معاق 100% أول تحدي لي أنه كان هذا الولد كان ما عندوش كرسي متحرك كهربائي كان الولد تعوى عندها حلم باش ولدها يتحرك وكان الكراسي العادي اللي في السوق متلى أمش الإعاقة تعوه حيث أنه كان صغير وما عندوش أطراف ما عندوش يدين وما عندوش رجلين هكذا في أي ولاية في قصنطينة في قصنطينة نعم كان عندي التحدي أني أنجزت له كرسي متحرك كهربائي آلي القيادة يمكن أن يتحرك به هذا الطفل ويمكن الشخص آخر أن يقود يتحكم بهذا الكرسي بحيث أن الولد تعوى مع الليل أنه هو يتيم الأب مع الولد تعوى أصبح تتحكم فيه عن بعد بجهاز تحكم الحمد لله وتمكن منه يمشي هذا الكرسي لما أنجزته شارك به في المعرض هنا في صفاكس معرض اختراعات مع كين مؤسسة تقربوا لك على هذا الكرسي ومزار التعليم العالي يعني كين مؤسسات تقربوا منه ولكن انقطعت اتصالات ما كان ما فيش مرافقة ما فيش مرافقة ولكن الشيء الذي بسبته يعني انتقلت إلى مركز البحث والذي كان هو مدير التعليم مدير العام البحث العلمي قدم له يعني تحية هو عاونك الأستاذ بروفيسور عبد الحافظ أوراق هو اللي لقى الإمكانية تعي يعني هذي هو اللي يطلب مني باش نكون ندخل عندهم في المراكز البحث ويكون مع فرق البحث ويطور في البحث هذي أول خطوة الحمد لله كين رجال في الجزائر اللي يستغلوا كفاءة الشباب يعني أنا هادية بكل صراحة هادية مسيرتها ووراني نطور وهكذا دخلت للمركز بهذه الطريقة بهذه الطريقة بروفيسور محمد الصالح أي تشيخ قل لي كم في الجزائر عندنا عقل هكذا مبدع ومخترع في هذا المجال الإلكترونيك والميكانيك في الجزائر لكن ملقوش فرصة ملقوش فرصة تدهل أوروپا وين كان مخابر ومن هكذا كي تتردق فا يسيكلات كيما يقولو و هنا هنا كي ترح تدير مشروع تحتاج تحتاج مساري بشري دو ماتريل يوجد دو ماتريل يوجد دو ماتريل في زفا مثلا دو ماتريل لكو دو ماتريل يقولك أب مارلو إليكتروا فورنس إليك إليك دو فورنس ومبعد لما تكون محمي لما تكون يعني معتمد من عند جامعة أو مدرسة نحن معتمدين نحن معتمدين لما تقول لكم مشاكل ليس المينيستر المينيستر يعطينا دراهم لكو يعطينا دراهم ولكن كي نروح المشاريع كي نروح باش نشرو الماتريل باش نكيبي واللابوراتوار ما كاش كيفاش علىه بسك كان إن سول فورنس ساعتلي مد غير باش نحن من جميع لكم مشاكل لأنه لا يمكن لكم مشاكل فورنس ليس موضوع مد غير قوانين إدارية تعقل يعني القوانين إدارية في البحث العلمي لا يجب أن تكون مد غير قوانين في مجالات أخرى في البحث العلمي هناك تساول طريقة أخرى يجب disaster، يستطيع答تي القصادي، المدير المخبر، لأن الشيء بالنسبة لك فيال أي انع tahu الع LILO، كما تعلمنا ونقول لك الحق أننا كما أننا نحن في الناس نحن في الناس لا نتعرف على الإنسان لنذهب لذلك إذا كانت نحن من المساعدة من المساعدة سيكون هناك بسيطة من المساعدة أسامة قلت لي بصراحة هل تستطيع تطوير اختراعات عندك هنا في المركز البحث في الجزائر طبعا بالإمكانيات المحلية هل تستطيع المواصلة يعني بالإمكانيات هذه غير صعبة كان تحدي كبير بحيث أنا تقريبا قدرت نصف الولايات لكي قدرت المشروع هذا كي أشياء التي تحتاجها مثلا سيارة مثلا في هذه السيارة الكهربائية كي قطع خاصة بسيارة الكهربائية مثلا شكل يرح يبعي لنا قطع خاصة بسيارة الكهربائية هنا في الجزائر ما عندناش أصلاً سيارات كهربائية لنشوفوها في الشارع فليهذا كين تحدي كبير خاصة من حيث التسهيل من حيث تدليل لدي بلاسماو هادو ما نقدروش إحنا وتبعي الوظيف العمومي باش مثلاً تروح دي بلاسي على حيان قطعة الدر عليها قطعة إلكترونية ولا تستغرق باش در ربع ولايات أو خمسة ومن بعد في آخير ما تلقاش ومن بعد دومون ديها من الخارج وتسنها حوالي شهرين ثلاث أشهر أربع أشهر ومن بعد كي تجيك تظهر أن القطعة هذه ما هيش هي القطعة اللي راك تستعملها تخيل هذي قطعة واحدة يماجين عندك أولوفات القطعة السيارة معنى هذي رأي فيها أولوفات من القطعة غير صحي يعني كيفاش تشوف تحدي أمر صعب أنك تتواصل ساعة نحتاج مثلاً دولة كيفما أو دولة ديكمبوزان كي تشري هكذا كي ما يقولو تاعة تايوان لا يشدش نسي ويليك تعودو ليس لديك مشكل كبير فيهم قولي بصراحة فيه إغراءات من الخارج لأنه تحدثنا قلنا هنا في الجزائر صعب أنك تواصل بهذه الطريقة فيه إغراءات يعني من الخارج جيك من الخارج وعلى قررت أنك تواصل هنا في الجزائر أنا من الأول كان عندي تحدي نكمل هنا في الجزائر حتى يعني لما نجلس الكرسي المتحرك شاركت به في تونس لقيت أغراءات من دول خاصة دول خالج يعني وما حبيتش يعني نروح قلت نكمل الدراسة تاعي هنا ونرفع التحدي ونحاول يعني ننجز نكمل في البحث العلمي في الجزائر وهو يعني الواحد كيكون عنده الرغبة وعنده يعني الجرأة وعنده كما يقولون الرغبة ما كانش حاجة اللي تحبسه ولا توقفه أنا يعني بالنسبة لي ما ممكن هالإعاقات وهذه نحاول القدر المستطاع وإن شاء الله البروفيسور محمد صالح أيد الشيخ الكثير من المختارعين والباحثين كما أسامة لما يلقوا هذه المشاكل خلاص يطيشوا كل شيء يقولك نخرج من البلاد ويروح يستجيب لرغبة دول خالج كما قال هو أو دول أوروبية وحتى في كندا في أمريكا هنا وش رح تقول لهم هنا عندهم حق لا عندهم الحق لا عندهم الحق هنا في بولي تيك مثلا تقريبا نقول 90% من طالبت يعني ليستخرجوا بالماستير يروحوا للخارج يروحوا للفرنسا يروحوا للكندا يصيبوا سهولات يعطيوهم مصرف شهرية لذات قارب السميك تحهم عندهم دار يكون شاب 25 سنة أو 23 سنة عنده دار وش يطلب يعني بارتكوليير ماو ديبوت دو سادي هنا باش يشري دار باش يسكن يلق نص نص كي يكون يعني نص نص مع العلم أنا معندي اشتاح مع العلم معنش دروراني كفح معنش هو ماهوش يعني قاعدة وكل واحدة على حساب عقلي تقريبا نقول لك حناف بولي تيك لا تقريبا 90% نضيعوا كفاءات وقدمها كثيرة نضيعوا كفاءات وقدمها كثيرة من نسبة الجزيرة يعني ولا غير شو كارثة يعني نخليوا للشباب دولارا تخسر عليهم أموال باهضة يعني وهذا النخبة تحافظ عليهم وهذا الإشكال أنه الدولة خسرت أموال على هذ الشباب وقراءوا في الجامعات وتخرجوا وحتى كما قلت أنت دعموكم بها يعني في هذ الأبحاث ووضفوكم في هذ المراكز لكن بعد المرافقة شوفت دولارا شحا خسرت وجي بلد خارجي يجي ديك باطل يستفاد يستفاد مباشرة من المعرفة اللي راه يعني ديك ومن طيب في الأخير فقط قل لي بصراحة أنت مريت عبر وسائل الإعلام وعرضت هذا السيارة والمركز بوزريعة عرض هذا السيارة هل تلقيت عروض يعني من مؤسسات هو إلى حد الآن ما كان حتى شيء كان بعض الجرائد قالوا بأني وقعت مع شركات متعاملين خاصين لشركات صناعة السيارات إلى حد الساعة يعني هو ما زال ما عرضناش هذا النموذج عرض رسمي يعني هو ينتظرونها في 18 ماء إن شاء الله مع العديد من المشاريع مش غير هذا المشاريع الخاصة بالبحث العلمي كامل في الجزائر يوم 18 ماء هذا القادم إن شاء الله بالصالون الوطني بمعرض صافاكس صافاكس ينتظرونها هناك يكون العرض الرسمي وإن شاء الله نلقاوا يعني دعم من المؤسسات الصناعية إن شاء الله هي المسؤولة يعني المباشر المسؤول مباشر على التطوير إحنا مهمتنا كباحثين تنتهي عند النموذج الأولي أما شيء آخر ما نقدرون إحنا لنسو قول إحنا لازم مؤسسات رجال أعمال إطارات خاصة هيئات خاصة هي التي تتبنى مشاريع من هذا النوع أشكرك جزيلا شكر أسامة طوابة المخترع والباحث في مركز البحث للطاقات متجددة ولاية أدرار وكذلك البروفيسور محمد الصالح عيد الشيخ الأسدر البحث في المدرسة الوطنية متعددة تقنيات الحراش شكرا 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 شكرا